مثال خير من سبع سنين كنت جاية هنا على مدينة الانتاج الاعلامي وكان يعني في نفس المكان كنت لحظتك لو انت داخل من دخلة المخور هتلاقي مدينة الشيك زايد بس يمينك وشمالك كانت صحرا وبعد سبع سنين تدخل في نفس المكان بتلاقي كم العمران يمينك وشمالك مدينة الشيك زايد تجمعات عمرانية جديدة جامعات اللي هو الهايبر باندا كل ده اتنشأ في خلال ست سبع سنين لو حد ييجي يسألني كنت مثلا متخيلة ان كل ده يتم عايز له ايه مثلا اقول لها على اقل بتاع 10-15 سنة في الفترة الوجيزة دي قدرنا اللي احنا نعمل مش ده بس خلال المدن والمحافظات كلها كتير من العمران يعني كلنا طبعا بنشوف ده يعني ما فيش حد بيقدر ينكر ده خلي بالك وانت بتعمل كل ده انت عندك بالاساس بادئها انك عندك مشاكل في الطاقة وطبعا كلنا شفنا القهرابة كانت بتتقطع ازاي وعندك مشاكل في الاقتصاد وعندك مشاكل في العشوائيات وعندك مشاكل كتيرة جدا عندك مشاكل تحدى يعني عندك مشاكل في السلعة التموينية كل ده قدرنا ده فخض موازل ده انت بتعمل عمران بتنشأ مدن في نفس الوقت بتحل مشاكلك التخليل كل ده خلانا اني لازم نقف ونشيد بيكمل انجازات اللي اتحققت خلال الفترة دي اهلا بكم ترجمة نانسي قنقر اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستورة والقيمة وان ارأى مصالح الشعب رعاية تنكملها وان احافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة ارضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بمسافة 400 كيلو متر في شرق القاهرة وده عشان نسهل حركة 3 مليون سيارة في اليوم اتبنى 26 مدينة ومركز سياحي وبنينة 22 مدينة صناعية جديدة وأربع ملايين فدين تم استطلاحها اتبنى 8 مطارات واحتاجنا 8000 ميجا واط طاقة كهربائية تمت اضافتها الطرق والصحة والاقتصاد والزراعة والصناعة والسياحة والتعليم هم الست سنين بنعيد من الاول توبة فوق توبة عشان تبقى مصر اجمل في عنينة وعنين ولدنا وعشان نبقى احسن محتاجين نشوف احسن ما فينا احسن ما فينا بنبقى ايد واحدة في وقت ازمتنا بنبقى سند نشيل بعض في كل افرحنا واحزننا هنشتغل ونساعد ونقوى ونوحد صفوفنا ورا كل انجاز ورا كل مشروع وهيبقى قصة نجاح لكل مصري لانها ببساطة تحيا مصر اشتغل ونعود عالد سند ورنا ببساطة تحيا مصر اشتغل ونقوى ونعود عالد سند وان اجاز ونقوى ونقوى وانك اشتغل وانك اشتغل ورا كل ش Bernard اشتغل ونقوى وانك اشتغل ورنا ببساطة تحيا مصر ويرجعنا لكم أعزائي المشاهدين وبرحب بديفي الأستاذ محمود سلطان المحامي والمفكر السياسي أهلا وسهلا بحضرتك يا فاندر أهلا بحضرتك يعني في البداية حابين نعرف أهم المشروعات لشكل التغيير في حياة المواطن المصري أولا يا أستاذ شرين منذ تولي القيادة السياسية لرئاسة البلاد في 2014 احنا شفنا مشروعات عملاقة ومشروعات كبيرة على الأرض الواقع وبحجم مشروعات قدرت تخلق فرص عمل كبيرة في كافة أوجه ومناحي من النواحي الاقتصادية أولا كان أهم حاجة وأهم إنجاز يمكن ده أثر تأثير ملحوظ في المواطن المصري هو القضاء على العشوائيات ومحاربة العشوائيات ومحاولة استعادة الوجه الحضاري لمصر ومحاولة إن يكون لكل مصري أو مواطن إنه هو يعيش في سكن آمن وسكن صحي وتوفر له كافة الخدمات والمرافق وأيضا كان هناك بعض المواطنين يعيشون في العشوائيات بدون أدنى حقوق في العصر الأسبق وكانت تلك المناطق تعتبر مرتع لارتكاب الجرائم والتطرف والإرهاب ولذلك فكرة محاربة العشوائيات والقضاء على العشوائيات هو فكرة بناء الإنسان من جديد فكرة بناء الإنسان وتأهيله لأن يكون مواطن صالح داخل مصر بأن يكون له سكن وسكن آمن وسكن صحي ويكون له أيضا كافة الخدمات من إنشاء النوادي ومن إنشاء المستشفيات ومن إنشاء المدارس في المجتمعات التي تم إنشائها من أجل تطوير العشوائيات أيضا موضوع إنشاء مدن في كل محافظة المدن الجديدة أيضا مشروع التطوير الحضاري لمصر في كافة الأوجه من النواحي الاقتصادية محاولة من القيادة السياسية بعد أن أنهك الاقتصاد المصري بعد صورة 25 يناير وكان هناك بعض القطاعات قد تعطلت بالفعل إذا القطاع السياحي وأيضا هناك بعض المصانع قد توقفت فكان الهم والحلم الشاغل لسيادة الرئيس هو استعادة الدولة المصرية وبناء منظومة مصر الحديثة التي تواجه التطورات الحديثة أيضا كانت القيادة السياسية بتعمل على إنشاء البنية التحتية وذلك لإنشاء المشروعات التنموية والتنمية المستدامة من أجل خلق فرص عمل وخلق فرص استثمارية من أجل أن يكون هناك اقتصاد تقوم بتحريكه الدولة حقيقي يبين في خلال الست سنوات الماضية مدى قوة الاقتصاد المصري في حال تصدي لأزمة كورونا أزمة كورونا هذا الوباء العالمي الذي أحدث ركودا اقتصاديا في دول عالم أجمع كانت مصر باتخاذ الإجراءات الاحترازية والاقتصاد الذي واجه هذه الكارثة أو هذا الوباء كان أكبر دلالة على أن الاقتصاد المصري كان قوي وكان قادر على مواجهة هذه التحديات وبالفعل تم إعانة الكثير من العاطلين أثناء فترات العزل وأثناء فترة الإصابة بكورونا وتم صرف إعنات للعمالة الغير المنتظمة هذا يؤكد أن الدولة في الفترة السابقة كانت تواجه تحديات وصعوبات كثيرة برغم من ذلك انطلقت عجلة الإنتاج وانطلقت العجلة الاقتصادية نحو إنشاء المشروعات العملاقة التي توفر فرص عمل بأشكال مختلفة للعمالة وأصحاب المهن والحرف والشباب أيضا مصر تعتبر الآن في أولى الخطوات التي تنطلق نحو تلك المشروعات لتحقيق الأهداف في التنمية المستدامة في الفترة القادمة إن شاء الله يبين كده من خلال عندنا تم حل مشكلة ازدحام المروري اللي كان بنعاني منه في معظم المحافظات تم إنشاء شبكات طرق وكباري حلت هذه الإشكالية وكان من أهم هذا المشروع العملاق هو محور المحمودية بالأسكندرية هذا الشريان الثاني للأسكندرية الذي قضى على كارثة التلوث البيئي اللي كانت موجودة في طرعة المحمودية وتحول إلى محور هام وجوهري أدى إلى سيولة مرورية وأدى إلى إنشاء مجتمعات صناعية حول محور المحمودية بش بس كده هناك العديد من المشروعات التي تخدم الاقتصاد المصري وهذه المشروعات هي أيضا مشروعات اجتماعية تخدم بناء الإنسان المصري حينما يتم توجيه السيد رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق لتحيا مصر من أجل تدعيم الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية للمواطن المصري ومن أجل أن يكون هناك روح للتعاون والتشارك وروح المشاركة في مواجهة الأزمات والكوارث من خلال الصرف من هذا الصندوق هنا نستطيع أن نقول أن القيادة السياسية هي في أولى الخطوات بل خطوات متتابعة لبناء الإنسان المصري بجانب الاهتمام بالصحة والمبادرات التي تم إطلاقها من السيد الرئيس وهي 100 مليون صحة في القضاء على فيروس سي وده كان من أهم الكتعات اللي كان بيتوليها صندوق تحيا مصر الذي إنشأه السيد الرئيس في 2014 نقدر نقول أن حجم المشروعات التي تمت إنشأها في تلك الفترة هذا يعتبر حلم حلم لكل مصري ولكل مواطن كان يحلم أن يكون لهذا البلد مستقبل لي ولأولاده وللأجياد القادمة أقدر أقول أن بنظرة سريعة على كم المشروعات التي يصعب تحددها من قصرة هذه المشروعات في كافة النواحي كان أهم مشروع تم إطلاقه هو قناة السويس الجديدة قناة السويس الجديدة التي خلقت فرص عمل كثيرة وأيضا المشروعات المحورية في معظم المحافظات مصر بإنشاء مدن جديدة وأيضا إنشاء الإسكان الاجتماعي وأيضا الإسكان متوسط الدخل أستطيع أن أقول أن مصر في الفترة القادمة هي على خطوات التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية الحقيقية لأنها استطاعت في فترات عصيبة أن تواجه كافة الأزمات بخلاف أنها قامت بتحقيق الأمن الداخلي واستعادت هيبة الدولة المصرية أيضا خليني أقول لحضرتك يا سيد شرين أن إعادة تسليح الجيش المصري وإعادة بناء الجيش المصري من القوات البحرية والقوات الجوية والقوات البرية وإنشاء قواعد عسكرية هذا يدل على أن مصر في مرحلة بناء حديثة هذه مصر الحديثة ستكون مصر في الأيام القادمة إن شاء الله بإذن الله هي أم الدنيا كلها إن شاء الله بإذن الله يعني حضرك تتركت النقاط كثيرة لو كلمنا عن صندوق تحيا مصر إيه أهم القطاعات اللي قدر ينميها هذا الصندوق أولا صندوق تحيا مصر ده أنشاء السيد الرئيس لكي يواجه كافة الأزمات والكوارث التي تواجه المصريين أهم القطاعات اللي يعتبر نميها هو القطاع الصحي والقطاع أيضا المجتمعي من ناحية الإسكان وأيضا حملة 100 مليون صحة كان من صندوق تحيا مصر وفي الأول الأخيرة وجه السيد الرئيس بقيام صندوق تحيا مصر إلى توفير اللقاح اللازم لفيروس كورونا وأيضا إنشاء مراكز لاستعداد لإعطاء اللقاح الخاص بفيروس كورونا وأيضا على يكون هناك الأولوية للتواقم التبية وأصحاب الأزمات وكل ده صندوق تحيا مصر بيقوم بتدعيمه وأيضا هناك مشروعات كتيرة جدا لكن احنا بنذكر أهم أهم إنجاز لصندوق تحيا مصر هو الاهتمام الصحي هناك العديد من المبادرات اللي نادى بها السيد الرئيس لكن أنا هنا هتكلم على المبادرة الحالية اللي هي سكن لكل المصريين لو حضرتك تدينا نبضي عنها هو سكن لكل المصريين هذه المبادرة أطلقها السيد الرئيس طبعا بخلاف المبادرة حياة كريمة سكن لكل المصريين ده سكن يعتبر لمتوسط الدخل واللي ما قدرش يعني يتوافر فيه الشروط اللي كانت متوفرة فيه الإسكان التضامن الاجتماعي وهذه الفتح تم فتح التقديم فيها من شهر نوفمبر لآخر ديسمبر وبالفعل تم فرز الطلبات المقدمة وتم توجيه من قبل السيد الرئيس الجمهورية بإنشاء في المرحلة الأولى 30 ألف وحدة سكنية بتكون مساحة الوحدة حوالي 110 متر وده بيعتبر سكن لكل مصري وسط ما بين السكن الاجتماعي والسكن محدود الدخل وده بيتوفر للمواطن اللي ما قدرش يتوفر فيه الشروط لسكن التضامن الاجتماعي وبيختلف أيضا عن سكن مصر اللي كان بتراوح من 115 متر 118 متر مربع على أساس أن الدولة في الفترة الرهنة قامت بحصر كافة الأراضي الغير مستغلة وتم بالفعل حصرها في كل مدن ومحافظات الأسكندرية وهذه المواقع هي مواقع متميزة وتم التعاقد مع مكاتب استشارية لإعداد العمارات على وجه طراز حضاري يليك بالمواطن المصري وبيش هتكلف المواطن المصري في هذه المبادرة إلا تكلفة البناء دون الأرض إلا تكلفة البناء دون الأرض حتى يستطيع المواطن المصري أن يقيم أو يسكن فيه سكن ملائم ومناسب به ده بناء على هذه المبادرة دي مبادرة رئيسية من السيد الرئيس الجمهورية لضمان سكن كل مواطن في بيت في مصر ويكون بالتكلفة البناء أو الإنشاء للوحدة السكنية فقط دون الأرض طيب فانت من ابتداء من 6 مارس حيبدأ تطبيق تسجيل الشقة في السجل العقاري ولو حضرتك يعني تكلمنا لو أنا مثلا عندي شقة وابتداء من بعد التاريخ ده إيه الإجراءات اللي أنا أتخذها عشان أسجل الشقة دي؟ أولا طبعا هو يعني أصار لغة في الفترة السابقة عن موضوع التسجيل الوحدات السكنية أو الوحدات العقارية في الشهر العقاري على اعتبار أن هناك لغة دائر أن هناك إلغاء لدعوة صحة التوقيع اللي موجودة على العقود وبالتالي طلع إشاعات الإشاعات دي كان غراضها البلبلة أنه يتقال أنه مش هيسجل الوحدة السكنية بتاعته وبعد يوم 6 مارس الدولة هتقوم بنزع الملكية وهتدرده في الشارع طبعا الكلام ده غير صحيح تماما والكلام ده غير قانوني وغير دستوري والكلام ده بيتقال على صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل الاجتماعي وده عالي تماما من الصح غير إزامية فنحة آه طبعا موضوع التسجيل في الشهر العقاري هو حصل إضافة مادة جديدة مستحدثة المادة دي رقم 35 من قانون الشهر العقاري مقرر المادة دي استحدثت أن يتم تسجيل في الشهر العقاري دون بحث ملكية كان الأول علشان يتم التسجيل في الشهر العقاري هناك إجراءات هذه الإجراءات بتتم بطلب ويتم تقدير الرسوم ثم في رسم هندسي ثم كشف تحديد مساحة ثم دفع لدريبة التصرفات العقارية ثم في نسبة 1% بتدفع لنقابة المحامين مقابل التصديق على العقود كل تلك الإجراءات وكانت ترفع دعوة صحة ونفاذ بعد ما المواطن بيأخذ الدعوة اللي هي صحة ونفاذ لازم يرجع تاني الشهر العقاري علشان يقوم بتسجيل الوحدة الشهر العقاري كان بيقوم ببحث أو تسلسل الملكية من أول جديد وده عطل لنا الأحكام النهائية الصادرة في الحقوق العينية المتصلة بالحقوق العقارية زي دعوة صحة ونفاذ زي دعوة تثبيت الملكية زي دعوة الثبوت الملكية الدعوة دي برغم أن هي أحكام نهائية لكن لما كان بتيجي تم التسجيل في الشهر العقاري كان بتبقى معطلة لأن الشهر العقاري كان بيقوم ببحث تسلسل الملكية من أول جديد المستحدث في قانون الشهر العقاري في المادة 35 أنه هو بمجرد أن بتقدم طلب لتسجيل الوحدة بتاخذ رقم مؤقت إلى حين الانتهاء من الإجراءات والحصول على الحكم بمجرد الحصول على الحكم بيتم تقديمه للشهر العقاري ويتم شهره في جريدة رسمية لمدة 30 يوم من بعد 30 يوم بيتم الحصول على رقم نهائي للوحدة السكنية وبالتالي بيتم الإشار برقم الإشار في الشهر العقاري وده بيعتبر أثر الطريق اللي كان بيعطل تنفيذ الأحكام النهائية زي دعوة صحة ونفاذ التعاقد وبالتالي ده سهل على المواطن أنه هو بمجرد الحصول على الأحكام النهائية يبقى حيتم تسجيل الوحدة السكنية أو الوحدة العقارية بتاعته طالما لم يكن هناك اعتراض في خلال سبع أيام من تاريخ انتهاء 30 يوم في الإعلان في الجريدة وبالتالي اللغة الدائر أنه حيتم إلغاء دعوة صحة التوقيع احنا بنوضح للمشاهد أن دعوة صحة التوقيع تختلف اختلافا جزريا عن دعوة صحة ونفاذ لأن الدعوة صحة التوقيع دي دعوة تحفظية ما بتناقش سند الملكية ولا بتناقش الملكية ولا موضوع العقد ولكن فقط هي دعوة بتثبت التوقيعات من المشتري أو البائع على التعاقد وبالتالي ليس لها أي صلة نهائيا بموضوع التسجيل ولكن هي كان معترب بيها في دخول المرافق والخدمات العقارية مثل الميا والغاز والكهرباء لكن الإشكالية المطروحة أن المجتمع كله مفكر أن بمجرد يوم ستة تلاتة حيتم نزع الملكية منه أو ترده خارج المسكن أو أنه هو إذا ما سجلشي هيقع في إشكالية كبيرة الحقيقة غير كده خالص لأن نقدر نقول أن دعوة صحة التوقيع تختلف اختلافا جزريا عن دعوة صحة ونفاذ نقدر نقول أن هل دعوة هل التسجيل في الشهر العقاري ملزم بعد يوم ستة تلاتة القادم؟ لا غير إلزامي غير إلزامي يعني فرضل والفايدة يا فاندم يعني اللي هيتعود كمشتري وكبايع من جراء التسجيل أولا الفايدة العادة من التعديل المستحدث في هذه المادة هو اختصار بحث تسلسل الملكية مرة أخرى في الشهر العقاري الفايدة أنه هو بيحصل تحصين للوحدة العقارية وبيأمن الوحدة العقارية بتاعته وتمنها بيزيد لأنه طبعا الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل عن طريق يئما تسجيل رضائي يئما التسجيل عن طريق دعوة صحة ونفاذ في النهاية أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ محمود سلطان المحامي والمفكر السياسي وإن شاء الله على وعد بإذن الله الحلقة الجاية مع الأستاذ صحر شوقي أترككم في رعاية الله وإلى اللقاء شكرا اشتركوا في القناة